وبداية رح نكون مع إلي رزق رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكم شرفتنا ما في حدا يكون بحاضراتكم وما يكون متشأل حاضراتك وكنا يعني إن شاء الله على أمل يكون هيدا التفاؤل هيك موجود عند الجميع نحنا كنا عم ندردش استاذ إلي معك تحت الهوى شوي وكنا عم نحكي عن وجع المواطن اللبناني وطرحنا عليك السؤال هل أنت متفائل وقلت لنا أنه مفروض بشو منوعد المشاهدين هيك من أول المشوار اليوم واليوم التفاؤل ما أنه ناجم عن شعور أو رغبة بالتفاؤل هو ناجم عن خطوات ورؤية وخارط الطريق مشينا عليها وصلنا سنوات كهيئات اقتصادية وكمجتمع منتج وكشراكة مع الاتعاد للمال العام واليوم الذي يطمن أكتر أنه حتى كافة الكواس سياسية والممثلة بالحكومة تعي أهمية الموضوع والشارع الاقتصادي وتعول على اتخاذ خطوات تحدث نمو يفاجئ الجميع بالاقتصاد وعندنا مقرارات مؤتمر سادر اللي حيأمن أحوالي 11 مليون و700 مليون وهذا يعتمدون على إكرار الشفافية ووقف الهدر ونحن هذا اللي بيطمننا اليوم أنه كل القوات هناك توافق سياسي واستقرار أمني وليأخذوا من الكتاع الخاص ما يضيش العالم بهالأربع سنين الحمد لله بس خلينا نتخصص بموضوع العلاقات الاقتصادية اللبنانية والخليجية بعد تشكيل الحكومة هل بتشوف فيه انفراج بهالعلاقات أول الغيث هي رفع الحزر عن مجيء المواطنين السعوديين إلى لبنان والدعوة إلى توقيع الاتفائيات التي تناهز الـ 21 اتفائية ومأسسات العلاقات يعني اليوم الدولتين مملكة ولبنان والقيادات تعملان على أن يكون هناك مؤسسات ولجان مشتركات ومأسس العلاقات وما بتخليها عرضة لظروف أو لعواصف أو غيوم صيف مثل ما نسميها ونحن نعوّل خيرا على رغبة السعوديون والقيادات السعودية على أن يكون هناك استقرار دائم في لبنان وفي مساهمات ملية ومساهمات معنوية من قيادة المملكة إلى لبنان واليوم نحن نسعى مع سعادة سفير دولة الإمارات استاذ حمد سعيد الشامسي اللي نعتبره سفير لبنان في الإمارات أكثر ماهو سفير الإمارات في لبنان يعمل مع إيادة الإمارات مع كل التطمينات لأرسالها الحكومي إلى القيادة الإماراتية لرفع الحظر عن زيارة الإماراتية ولكن نحن بهالفترة كنا نزور للإماراتية وأنزور السعودية وعمزول الخليج. والإينا أنه هناك رغبة ملموسة للاطلاع على ما هي المشاريع التي تؤمنها مقررات ساد. خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية والشراكة بين الكطاعين العام والخاص. نحن عندنا البنى التحتية عندنا طاقة كهرباء. إنتاج كهرباء. نفط وغاص. عندنا البيئة. المواضيع معالجة النفايات. ونحن اليوم بدأنا بتنفيذ العديد من المشاريع على صعيد معالجة النفايات وإنتاج طاقة من النفايات. وعندنا موضوع الصناعات الغزائية. اللي أنا بحمس الشباب أن يتوجهوا. لأنه اليوم كمان علينا توجيهها الشباب. عم نخرج 33 أو 34 ألف شاب وبنت. ما بقى فيني يعملون منسين ومحامين وأطباء. ولا بقى فينا نبعطون على الخليج. اليوم بتقول لي لي شو فينا نشغلهم. بقى لي كفينا نعتمد على الكطاعات الزراعية اللي عنا. وننتج منتجات زراعية تنافس. خاصة أنه مثلا المملكة العربية السعودية أخذت قرار أنه بدأت توقف عملية الري عبر مياه التحلية. وتتجه إلى استيراد حاجاتها الزراعية من الأسواء القريبة والأسواء الصديقة. ومين أحسن من لبنان يقدر اليوم يستغل على ما أقول الكطاع الزراعي هو الأساس. ولكن في تقرير ما كنزي كان للكطاع الزراعي والصناعات الززائية. حيث المهم أنه بتحسين كافة الكطاعات الأخرى من صناعة من صناعات أخرى من سياحة من خدمة. ومن هون نحن نلاقي أنه بعدنا بكطاعنا بالصناعات الززائية نعمل تحت المستوى اللي لازم نعمل فيه. وبعد فينا نصدر أكثر. ندعي أنه يكون فيه شباب عم يتوجهوا على هذه الصناعات الزراعية. لأنه تخففه من نسبة البطالة التي نهزت 47% وتعمل إعادة توجيه لفرص العمل. يعني هيدا لكنا نحكي فيه تحت الهواء استيزئيلي معك. كنت عم أقول لك أنه المواطن اللبناني يمكن ما بقى يوسع بكل شيء عم ينقال. فمن هون يمكن خليني أطرح عليك هيدا السؤال واسألك قديش الإيجابيات قريبة أنه تظهر. وقديش لي ملموس رحمن حسينينا. نتمنى على المواطن ونتمنى على وسائل العالم. نتمنى على وسائل العالم ما بقى تنقل خلافات هالمسؤولين. يخي أنا شافت مثلا بجلسة ثقة ما كان بدنا ثلاث أربعة أيام خطابات وخطابات وخطابات على جلسة ثقة لحكومة كل المجلس النيابي ممتل فيها. بس لأنه فيه تلفزيون وبدأ أنا أعمل حشد شعبي وجمايري. هيا بتأثر على صورة لبنان في القارج. ما بدي وسائل الإعلام تنقر صور سيئة عن لبنان. يا أخي في أحد الدول العربية أو بحيالة دولة عربية إذا صار في حريقة ببنائي ما بينقلولها وقاعة مش هيا ما تأثر على سمعتها الدولة. بديكون عندنا نوع من حس مسئولية أن لا ننقل أي صورة خلافية القليل بالقوى السياسية. من رؤي على وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن اللبناني. من رؤي على المواطن اللبناني بكل الوظائف اللي عم يشتغل عنه. كان مدير بانك أو كان بياع بوزة أو كان بياع بمسئول. بتلاقي قاعد على تويتر أو على فيسبوك أو على وسائل التواصل. عم ينصح رئيس جمهوري ورئيس الحكومي والوزراء. شو يعملوا. خيم الشغلتك. بعدما بغير دول ممنوعة. طبعا. وغير دول وسائل التواصل الاجتماعي للمواطنين معروفة لشيء الاجتماعي. ما اسمه وسائل التواصل الاجتماعي. مش السياسي أول هاي. شو يعني اجتماعي. يعني بتحط صورة لألك مع عائلتك. بتتواصل اجتماعيا. تحكي بمواضيع ثقافية فنية. مش بقى صارت مسخرة للأسف. إنه هال تويتر وهال الفيسبوك وهل هذا تحول إلى ميما كان من المواطنين عم يعطي رأيه بشكل مش مسؤول وغير مسؤول. وبتفرجي كأنه لبنان عصفورية من التصريح والتصريحات اللي بتأثر على العامل النفسي. ولكن شو الاجتماعي. صحيح. ستة حبيبة. الاكتصاد يعتمد عن نفس. أول ما تشكلت الحكومة ارتاحت الأسواء على مستوى التصنيف اللبناني. عامل سئة وعامل راحة نفسية. طالعا أجيد. صحيح. ولكن هناك في الرأي والرأي الآخر. يعني يمكن المواطن يعطي رأيه. بينما الحكومة تثبت العكس بالإصلاحات اللي عم نشوفها. يعني لو عطى رأيه بسلبية يمكن يكون فيه إيجابية برد الحكومة. طبعا. هناك كنوات رسمية لإعطاء الرأي. اليوم المواطن بيعطي رأيه مرة كل أربع سنين. عندما ينتخب تلك الطاقة. واليوم فيه قوة سياسية طلعت بالانتخابات. معها مش معها. بدنا نحترم أنها طلعت. اليوم مراقبة عمل الحكومي أو إداء الوزاري بيصير عبر كنوات رسمية ما بيصير بشكل فوضوي. ليه؟ لأنه لنرجع نحن نريح المواطن نفسيا. نريح الخليجي نفسيا. لسير إليه نفسي يجي على البنان. ما أنت لما بتقولي له اليوم للمواطن الخليجي تاع على البنان زيارة. سياحة. عود بقوتان. ما تستثمر. بس يا أخي بيقلك ما أنتوا علانين ببعض. هدوا البال. هدوا الجو. لأنه فيه المواطنين بدون يجوا على البلد سياحة يرتاحوا. وما بدون مشاكل. وقال وقيل. يعني قصدك الصورة من بره بتخوف. بتخوف. طبعا. لمنه معود على اللبناني بيتطلع وسائل التواصل أو على مواقع الأخبار أو التلفزيونات. ما عم ننشر إلا غسيل بعضنا. ما عم نعطي أفكار. بينما هذا منه الواقع. الواقع فيه هيئات اقتصادية تعمل وتشتغل وتسافر وتعمل اتصالات وتعمل انتفائيات مع دول. بحاجة لليوم هذه الحكومة بحلتها جديدة وبيبيانها الوزارة وبهالتوافق السياسي على إعلاء الشأن الاقتصادي الأولوي. لدينا فرصة دهبيا نترجم هذه الجهود اللي عملتها الهيئات الاقتصادية بكل الكطاعة ونجيب استثمارات لنكبر حجم الاقتصاد ونلحد منها البطالة ونقدر نعمل نمو اجتماعي واقتصادي. طب استاذ إلي شو دور رجال الأعمال اللبنانيين بتسريع وتنشيط عجلة استعادة والله لكن رجال الأعمال اللبنانيين اللبنان هو بيتكل على الكطاعة الخاص هني عملوا مقومة اقتصادية هالسنوات الأخيرة لأنه كان فيه فعلا هذا الركور وكان فيها التراجع وكان فيها الخسائر كل رجل أعمال لبناني كل مبادرة فردية كل كطاعة خاص قدر قاوم اقتصاديا ليحافظ على عدد الموظفين اللي عنده يحافظ على ما يقعد قد ما فيه ناس بالبيت فعلا هو يعني بياخد إذا بدك أكتر شيء لازم يكافأ هذا الرجل الأعمال على هالمدة اللي نطره نتيجة شو؟ نتيجة عدم توافق سياسي وعدم قدرة السياسيين على أعطاءنا الاستقرار السياسي اللي بدنا أو الأمن لنقدر نمارس أعمالنا صح؟ اليوم لبنان هو مبادرة فردية لبنان هو كطاعة خاص سروة لبنان هني هالشباب هالشباب اللي يتميز بتفوقه بإبداعه بتميزه عن كل دول الجوار بيحكي عدة لغات متعلم مثقف والكطاع الخاص يبادر ومؤمن بهذا البلد وعن بيستثمر كل أمواله وخبراته بهذا البلد مش بس بخبراته إذا بدك المحلية خبراته اللي اكتسبة على الصعيد الدولي والعلابي والخليجي خاصة لأنه اليوم أي مواطن خليجي بتسألي من يفضل شريكا له بيقلك اللبناني إن كان ليعمل في أسوأ عربية أو في أسوأ أوروبي بتطلع على أوروبا وبتسألي أي شريك تفضل بيقلك أنا أفضل الشريك اللبناني لأنه هذا اللبناني موجود في أفريقيا في الخليج في أوروبا في أماكن الجنوبية الشمالية ونجح وتبوأ على المناصب وعننا الفرانشايز الانتياز التجاري اللي نحن مصدر عنا خبرتنا بالبناء والمقاولات عنا خبرة وباع طويل ونحن سهبنا في بناء العديد من العواصم العربية بالشاركة وبكذا كطاع في عنا مصدقية منيحة يعول عليها لتكبير حجم الاقتصاد جل ما نطلبه أن يستمر الاستقرار السياسي والتوافق السياسي والاستقرار الأمني ومثل ما قالنا وليأخذوا من الكطاع الخاص ما يدهش العالم يعني إن شاء الله خير نحن هلأ نتحدث بتفاؤل معك نعم ولكن بسنوات الماضية شفنا كتير العلاقات اللبنانية الخليجية متأثرة يمكن اقتصاديا وأيضا يعني بالنحية السياحة فهلأ إذا بدنا نشجع هذه العلاقات اللبنانية الخليجية بدنا نشجعها صناعيا ولا سياحيا يعني كيف بدنا نتطور من الداخل اللبناني وكيف بدنا نجذب الأعين اللي عنا سؤال جدا جيد لأنه حتى نحن كهيئات اقتصادية لما عمزور الخليج ما بقى عم نعمل مقاربة تعتمد عن نستلجي عم نعتبد على مقاربة علمية شو الحوافز على العائد على الاستثمار للمواطن الخليجي إذا استثمر مع شريك اللبناني إن كان في لبنان ولا في أسواق سوريا ولا العراق ولا الأردن ولا أسواق أوروبا وعم نلاقي أنه هناك العريض من الحوافز والتشارب الناجحة بتلك الاستثمارات وهذه نوعول عليها لجذب الاستثمارات السعودية والخليجية أما على صعيد السياحة نحن بدأنا نشهد ونلمس سياحة سعودية بدأت ترجع إلى لبنان ولكن بدنا نعي أنه تغيرت العادات الاستهلكية لها السياحة هالسعودي صار عم بيجي شاب متطلبات وصارت بتشبه تقريبا متطلبات الشباب اللبناني يبطل يجي بالطريقة القديمة ونسبة اللي بيعود فيها والأماكن اللي بيرتديها غير عن الجيل القديمة صارنا نحن بدنا نعطيه برودكت ومنتج يختلف عن المنتج مفهوم السياحة القديمة واليوم نعوّل على أن الإمارات ترفع الحذر عن مجيء رعايها وكمان نستضيف بس متل شو المنتج اللي بدنا نعطيه للسياحة الخليجي غير اللي كنا نعطيه قبل مثلا السياحة الخليجي قبل كان يحب المصايف اللبناني يطلع يقعد 3-4 تشهر بالمصايف اللبناني اليوم حتى نحن اللبناني بطلنا نطلع نقعد بضيارنا 3-3 تشهر صيف حتى كان اللبناني صيف ويطلع بيته الصيف اليوم سنة منطلع الأحد أو ويكيند أو 3-4 تيام اليوم الشاب السعودي لا بده يجي بده يعيش بالمصيني بده وسائل ترفيه بده مقاهي بده ملاهي ليلية المقاهي اللي بيرتديها المطاعم اللي بيرتديها تختلف عن المطاعم الأخرى يعني بده ما يطلبه الشباب لأنه جيل السعودي الشاب بيشبه كتير الشباب اللي أجنبي ولا الغربي يعني عم يتلبنا معنا أستاذ إلي نتيجة وسائل الأعلام الفضائية ونتيجة تواصله مع الوسائل الفضائية والعالمية صار أن الشاب السعودي ما بتعرفيه أنه سعودي إلا إذا حكي لغتك صحيح يعني صار بيلعب سكي الشاب السعودي بتلاقيه بفقرة وبتتفاجأ أنا بعرفه من اللغة بس ما بتعرفيه من اللبس وبيجي بده سكي بيجي بده ستارباكس مسلا عم نقول أسماء تجارية بل ما كان بده مثلا قهوة تانية يعني بده إشيال كاجول إشيال الشبابية والمناطق اللي فيها ملايه ليلية وشبابية على أمل نكون أستاذ إلي مثل ما ذكرت عم ننقل الصورة الإيجابية والصورة الحلوة للبنان لحتى كمان نقدر نوسع يعني هيدا الرؤية والمستثمر السعودي نحن بحاجة نعطي إطمئنانات أنه ما فيه هدر ما فيه فساد وفيه حرافية بتلزيم المناقصات هيدا بحاجة لو أقتل أقناع المستثمر السعودي أولا والخليجي على جدوى إعادته كمستثمر هذا ما تغير بأولوياته بده شفافية بده حقوق تكون محفوظة ومضمونة وعائد على الربح على الاستثمار نعم أغلب الوزراء أستاذ إلي بحطوا خطة العمل ولكن من بعد ما يقطع الوقت الحجة أو المقولة أو هالكلمتين هنه ما خلونا هالمرة شو اللي بيضمن لنا وشو اللي بيأكد لنا أو شو اللي يمكن بيخلينا نوسى باللي حضرتك عم بتقوله ما قالت إليه الأوضاع التي لم تعد تحتمل لا تأجيل ولا أعزار وتانيا الرأي العام اللبناني الشعب اللبناني المواطن اللبناني فيه مواطن حرق حاله يعني فيه مواطن حرك نفسه سأل مواطن هالقدر فان والأوضاع الأوضاع اللي وصلنا لها لم تعد تحتمل أي أعزار بس نحن عطلهم نقول أنه الكبير ما بيحس بالصغير بواجه على صغير لا اليوم عم بيحسوا اليوم صار فيه نضج وصار فيه تغيير وبدنا نعطيهم فرصة وبدنا ندلعم الرأبون والحمد لله هناك هيئات اكتصادية مع اتحاد عمالي عام عاملين مجتمع منتج وعم بيراقبوا في مجلس نواب عم بيراقب في رأي عام عم بيراقب منهم متركين بعدين لمسنا جدية وحرص من كل الوزراء وخاصة الجدد منهم أنهم بدون يعملوا بدون يشتغلوا وفيه توافق سياسي وأهم ما شيء مش يجي الوزير عنده الرغبة يشتغل بده الرغبة بده الإدراء الرغبة كلهم عندهم رغبة الإدراء أنه يكون فيه توافق سياسي اليوم أنا بقدر طمني من كل الكوى السياسية وخاصة التي الكوى بعد الكوى اللي كنا بنعتبرها رافضة رفضية أو لا مصرة أنه إعلاء الموضوع الشأن الاقتصادي والاجتماعي الأولوي لأنه إذا وقع الهيكل سوف يقع على رأس الجميع وخاصة كل الكوى السياسية وكل شعبية وكل جمهورة وكل الطواقف وكل المزهب بس كان لازم نوصل لهذه النقطة لحتى يكون فيها الحركة هل تغيير الجزرة لأسف بس من موصلنا يعني للأسف لا يعني كان فيه تحذيرات عم نطلقها من سنة 2009 و2010 وصارخات وندقات كهيئات اقتصادية عم يتلقوها تحذيرا لما نوصل لهذا الموضوع ولكن أن نصل خير من أن لا نصل أن نصل متأخرين غير من أن لا نصل أبدا بس معك حق لو وصلنا قبل بشوي كان بتكلفنا أقل العلاج اليوم بده يكلف شوي أكتر بس بعد فيه أمل فيه فرصة على أمل أن يستمر التوافق السياسي لأنه لن يتمكن أحد من إنجاز أي رؤية فيه رؤية وفيه خارط الطريق وفيه مشاريع جديد ومكدمين عليها وفيه دول مصررة تساعدنا علىها بس إن شاء الله يدل الاستقرار التوافق السياسي والاستقرار اللي عايشين فيه ونحن عندنا استقرار أمني الحمد لله ورغبة كل القوى السياسية على فعلا المضيق وضمان بهذه الخارطة ونحن دايما منقول شو هو مفهوم الحظ الحظ هو الفرصة لما بتأتي للذين هم مستعدون يعني فوردوز وقرري أنا بقول لك الكطاع الخاص الهيئة الاقتصادية جاهزة المجتمع أنت جاهز لتنفيذ كل الاتفاقيات وتنفيذ نسغل لهذه الفرصة ونذهب إلى العمل لأنه متن ما هي الحكومة إلى العمل نحن بالنشيد الوطني اللبناني عندنا قولنا والعمل مللنا من قولنا فلنذهب إلى العمل أكيد بدي أخذك شوي بسؤال صغير على قطاع الاتصالات بما أنه حضرتك مقرب من وزير الاتصالات كيف تهمي ولا شرف لا أكيد شرف كيف رح يكون هالقطاع مؤخرا بعد التغيير ما في شك اليوم تجربته لمعين الوزير محمد شئير بالهيئة الاقتصادية وبالقطاع الخاص تطمعي الوزير محمد شئير هو ابن الكطاع الخاص وهو يعني يتبوأ ويترأس من أكبر المجموعات اللبنية نشوف حالنا فيها عالمية وبدأت لبنانية وتحولت إلى العالمية واليوم تعطيه ونجحاته كهيئة اقتصادية نحن نعول عليها بالوزارة لأنه عنده رؤية وعنده خارط الطريق وعارف حاله شو بده يعمل وهو كان عم يدرس هالملفات وأنا بقول لك شغلي هاي غريبة عجيبة من أربع خمس سنين لليوم وأنا دايما بسمعه للوزير محمد بيحكي عن أهمية التكنولوجيا ولما جعت أنا من الخليج بدي استثمر بالصناعة كان دايما يقلي يا إلي ديقة على فيسبوك أو على تويتر بتدخلك ثلاثة أربعة ألاف دولار الصناعة بدأت عزبك روح على التكنولوجيا روح على التكنولوجيا مبارئة عم تذكروا فيها بمؤتمر صحفي أنه كان شايف 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 المتعب لأنه كنا متعين ويكون وزير بس فعلا هو من الأساس مؤمن بكطاع التكنولوجيا ومؤمن أنه دوره لبنان نحن منقدر نصدر الأدمغة بلا ما تروح الأدمغة هنا منصدر خبراتها لها الأدمغة إلى دول خليج وبيقدر لبنان يأمن استثمارات بهذا الكطاع ويكبر حجم الاقتصاد عبر كطاع التكنولوجيا وعنده مشروع اللي هلأ فيه لتوافق سياسي نحن متأمنين أنه سينجح لأنه شفاف لأنه شبعان ولأنه ما بده شيء من الوزارة جاي يعطيها ما جاي يخدمنا هيدا بنقدر نأكد لكيها ونحن كل الهيئات الاقتصادية وبيعرف كلنا معه عم نساعده عم نتأكد أنه ينجح لأنه نجحه نجح الهيئات الاقتصادية ونحن دائما نطالب الهيئات الاقتصادية تكون ممثرة بالحكومة وعندنا الكثير من التقاط يعني بعد ممكن نعطي أكثر إن شاء الله خير كثير حبينا التفاؤل اللي عندك وكيف نقلت لنا كل هالأشياء من بداية الحلقة وإن شاء الله يا رب بأسرع وقت ممكن مثل ما ذكرت أستاذ إلي نحس بكل هالأشياء وتكون ملموسة عند المواطن اللبناني رئيس هاي التنمية العلاقة الاقتصادية اللبنانية الخليجية أستاذ إلي رزق أهلا وسهلا فيك شرفتنا شكرا شرفتنا شكرا إليك سوء العقارات بعد الفاصل مع مارون الحلو نحن خليكم معنا حلا حلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر